أرحب بضيفي في ستوديو الغداء دكتور سوفيان أبو زيدا الوزير الفلسطينية السابق أهلا وسهلا بك دكتور سوفيان مساء الخير دكتور يعني الجملة تقول هكذا صياغة أخرى جديدة للاتفاق ليس في كل الاتفاق في بعض النقاط أو الأجزاء ما هي هذه النقاط يا دكتور وكيف كانت الصياغة الأخرى أو الجديدة الأمريكية بطبيعة الحالة طلعنا عليها أولا يعني أولا هو جيد أن يكون هناك يعني إعادة لطرح موضوع الصفقة وطرح موضوع المفاوضات وإمكانية التوصل إلى هدنة مؤقتة وبعد ذلك تمتد إلى يعني هدنة مستدامة هذا جيد من هذه الناحية وأيضا هذا أكيد أن هناك ورقة قدمها الأمريكان معدلة ليست ورقة نفس الورقة ولكن تعديلين طفيفين سنتحدث عنهم جيد الآن وكانت هناك مكالمة هاتفية اليوم بين رئيس المخابرات اللي هو أباس كامل وبين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسمائيل هنية وهذا جيد ولكن الأمر الليست جيد هو أن التعديلات المخترحة هي عادة تدوير يعني ليست تعديلات جواري الكلمة تقل على المخلفات عادة تدوير وأي تقصد مخلفات لقترح بمعنى النقطة الأساسية التي كانت سببا وستكون سببا في المستقبل إن لم يتم معالجتها وهي الصيغة التي تتعلق بوقف إطلاق نار دائم وبمعنى إنهاء الحرب الصيغة التي طرحت ولم يتم قبولها هي أنها لا تعطي تفسيرا واضحا أن إسرائيل توافق على وقت الحرب ونتنياهو قال أكثر من ذلك في المقابلة قال أن أنا فقط أريد المرحلة الأولى وبعد ذلك أستعني في الحرب وبالتالي عندما يسمع هذا الكلام من نتنياهو يكون هناك إصرار أكثر على أن الصيغة يجب أن تكون واضحة وصريحة ولا نبس فيها نعم ويجب أن يكون هناك ضمانات أيضا ضمانات لتضمن هذا الاتفاق حسب معلوماتي أن هذه التعديلات التي أجرتها الولايات المتحدة الأمريكية هي تعديلات طفيفة لا تغير من حقيقة الأمر بمعنى لا تعطي انطلاقها ولكن مع ذلك اسمح لي بس مع ذلك لماذا الولايات المتحدة الأمريكية تطرح هذه التعديلات الطفيفة؟ ولماذا إسرائيل قالت أننا ليس لدينا مشكلة التعديلات التي طرحتها للإدارة الأمريكية ليست فيها مشكلة نبدأ بالشق الأول لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية الآن الإدارة الأمريكية الآن لها مصلحة كبيرة في النجاح في هذا الملف في التوصل إلى الاتفاق وقناعتهم وتقديراتهم أن هذا يقود إلى هدوء في الشمال بين حزب الله وأسرائيل هذا وهذا جيد إذا كان هذا الأمر هذا جيد هذا يعني هذا يعني أن التعديلات الطفيفة هي بداية إعادة طرح الموضوع من جديد وبداية مفاوضات يعني من جديد هدفها هو بالفعل التوصل إلى اتفاق ولكن التخوف الأكبر التخوف الأكبر هو أنه مزيدا من استهلاك الوقت بمعنى إسرائيل الحكومة الإسرائيلية رأينا المظاهرات الآن ورأينا الأعداد الكبيرة للمتظاهرين ورأينا استطلاعات الرأي التي تقول أن نتنياهو غير مختلف لموضوع الأسرى والمحتجزين لا مهم جدا بالنسبة لهم بالنسبة لنتنياهو وحكومته أن هناك مفاوضات وأن المفاوضات جارية وأن الجهود جارية ولكن أن نتنياهو يقرر أن يستجيب إلى الموقف بأن سعادة الأسرى كما قال الأبيض قال الأبيض في المظاهر اللي فيه كلمته في المظاهرة أنا نحن مع إعادة الأسرى مع القضاء على حماس ولكن الأولوية هي لعادة الأسرى دكتور سوفياني أنا تركت لك المجال شكرا عفوا حضرتك بالطبع وأنا متأكد استمعت للمناظرة بين بايدن وفرامب طبعا حينما ذكرت غزة حينما ذكر يوم السبع من أكتوبر أحدهما قال للآخر ترامب قال لبايدن أنت لا تحب الفلسطيني وأرضف القول أنه لو كان هو موجود لم يكن لسبع أكتوبر من وجود أصل والجانب الآخر لو بايدن ألقى بالكرة في ملعب حماس ونها هي التي ترغب في استطالة أمد السراء أي أنه لا أحد منهما تحدث عن الألم والواجع والقهرة والظلم والقهر الموجود على أهلنا في قطاع غزة أي وكأنه لا يرى الغزاوي أي أحد لا من المجتمع الأمريكي ولا من المجتمع الآن السؤال بايدن ربما طرح الصيغة الجديدة أو النقاط الجديدة إن كان لا هدف ممكن يكون هدف انتخابي ليس في مصلحة لا حماس ولا غزة ولا المنطقة حتى ليس كذلك السؤال بالضبط نحن على اتفاق السؤال هل هذا ما يحتاجه قطاع غزة يعني صيغة أخرى جديدة الهدف منه وليس وقف العدوان فما الجديد في الأمر ما الذي يمكن أن يقال للمفاوض من حركة حماس كي يكتب نعم نعم للاتفاق نعم لهذه الصيغة نعم لهذه البنوك هل هناك شيء جديد يا دكتور الموقف واضح أولا أنا استمعت للمناظرة جيد أنا متأكد يعني رغم أنني أمر مقلب جدا كانت الساعة أربع صباحا ثلاثون صباحا ولكن لأهميتها الفضول أطارني ولكن لا أخفي عليك أنني لم أستطع أن أكملها لم أستطع أن أكملها لم يعجبك كلام بايدن شعرت بالملل شعرت بالملل يعني الأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية أن مناظرة عبارة عن ردح كانوا يربحون لبعضهم البعض وبالتالي لكن كان مهم جدا أن أسمع فيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني والموضوع غزة كما قل الأول يقول لو أنا كنت موجود ترامب لو أنا كنت موجود كان ما تجرأت حماس وكان ما تجرأت إيران لأنه بعتبر أنه بمعنى أنه حماس تعمل بتعليمات إيران وبايدن قال بمعنى أنه أنا وقفت بجانب إسرائيل وحميت إسرائيل في اعتقادي أن أهل غزة يريدون شيئا واحدا وهو وهو إنهاء الحر يعني السؤال كيف لم يعد لم يعد للناس قدرة على تحمل هذا الوجع على تحمل هذا الظلم على تحمل هذه الظروف القاسية في هذا الحر القارس في هذا الحر القاتل أفوا الناس موجودين في خيام في خيام لا تقيهم حرارة الشمس ولا يوجد ماء لكي يستحموا لا يوجد ماء لكي يستخدموا للاستخدام الآدمي لا يوجد طعام كافي لا يوجد أي مقاومات من مقاومات الحياة طيب بعد تسع شهور أعتقد الإنسان يعني ليس من السهل أن يتحمل ومن العيب أن نقول أن الشعب يجب أن يستمر في الصمود نقطتين النقطة الأولى فيما تذكره الآن لو حضرتك مكان المفاوض من حركة حمس تقبل بهذه الصيقة سواء القديمة أو المعدلة أو طفيفة التعديل أو لا هذه النقطة النقطة الأخرى رأينا ضغوط أوراق ضغطة على رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو ونأخذ مثالا التظاهرة نحن رأينا تظاهرات غاضبة وفي كل عموم إسرائيل تقريبا وشارك فيها هذه المرة تقريبا كل الأطياف من المعدلة ليس فقط بكل الأطياف تقريبا شاركت وطالبت بإقالة بن يمين نتنياهو وبانتخابات مبكرة وجديدة أليس كذلك؟ طيب هل حركت ساكن في بن يمين نتنياهو؟ هل هو يراها أصلا؟ أو يضعها بعين الاعتبار أو هو في منها والتظاهرات في منها يعني أولاً الإجابة على السؤال هو أنه لو كنت في مكان حركة حماسة الوافق لا واضح سبق أن تحدثت هنا أكثر من مرة في هذا الموضوع لو أن الأمر معروض بهذا الشكل أن أعطونا الأسرة الإسرائيليين وسنتفق على صفقة التبادل وبعد ذلك سيتم انتهاء الحرب وانسحاب كامل القوات الإسرائيلية والموضوع الإعمار وعادة البناء وإدخال المساعدات لو كان الأمر مطروحاً بهذا الشكل أعتقد أعتقد أنه يجب عليها أن تقبل وسيكون هناك ضغط شعبي عليها على أن تقبل ولكن الصغة غير موجودة ولكن الصغة غير موجودة الضمانات غير موجودة والحديث الإسرائيلي الرسمي نتنياه وجماعته أنه في أحسن الأحوال نريد أن نعمل صفقة لإطلاق صراح الثلاثين أو الثلاثة الثلاثين على أساس إنساني وبعد ذلك نستأنف هذا الأمر وبالتالي أنت لا تستطيع أن تطلب من حماس أن توافق على هذه الصيغة من الصعب أذكر قبرتك منذ لحظات قلت لا يجب أن نطلب من الناس الصمود أكثر من ذلك يعني الصبر على ماذا أكثر من ذلك والآن لن نستطيع أن نطلب من حماس أن توقع على صيغة هكذا فأي المصر؟ لذلك 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 يعني أنت لا تستطيع أن تقول أن معاناة الناس مستمرة لأن حماس ترفض الموافقة على الصيغة المطروحة لأن الصيغة المطروحة لا تضع حدا لمعاناة الناس هذا ما أردت أقول لا تضع حدا التظاهرات التظاهرات تؤثر ولكن لا تصل إلى درجة أن يغير نتنياهو من موقفه لأن نتنياهو كما يقول 66% من الإسرائيليين أنه يبحث عن مصلحته وليس لا عن مصلحة المحتجزين الإسرائيليين ولا عن مصلحة الشعب الإسرائيلي شربتني للغاية دكتور سبيان شكرا جزيلا طبعا عقلاني ولا مصلوا شكرا جزيلا دكتور سبيان أبو زيدة أبو زيدة السلام